ولمناقشة الخطر الإيراني في المنطقة ينضم إلينا في الستوديو الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة سيادة العقيد مرحبا بكم سيادة العقيد هناك من يرى أن الخطر الإيراني ظهر واضحا وجليا بعد تدخولها في سوريا لكن هل هناك شك أن المشروع الإيراني التوسعي تدخل لحماية النظام بعد ثورة 2011؟ السلام عليكم تحياتي لكم والإسادة المشاهدين المتتبع للأوضاع الإيرانية والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية منذ عام 79 في انتصار ما يسمى بين قوسين الثورة الخمينية عندها أرادت هذه الثورة تصدير أو شعار طرحت شعارين أولا شعار تصدير الثورة إلى الدول العربية وهذا الشعار يعني بأنها ستسيطر على الدول العربية وخاصة منطقة الخليج والخليج العربي والممرات مضيق هرموز وإلى آخره أما الشعار الآخر التي تبنته إيران من أجل الطغط على جرائمها وهي الشعارات الجوفاء الموت لإسرائيل الموت لأمريكا وغير ذلك ولكن رأينا منذ اليوم الأول بأنها أرادت النيل من العراق وكانت هناك حربة من سنوات وستة أشهر انكسرت فيها إيران عسكريا ولكن لم تقف إيران مكتوفة الأيدي بل مدت أيديها أو ما يسمى في الأدوات الناعمة والأدوات الخشنة صنعت هي وحافظ الأسد حزب الله اللبناني الذي سيطر على لبنان ولكن التدخل الإيراني المفضوح كان في العراق أولا مساعدة أمريكا يعني لو لا الإيرانيين لم استطاع الأمريكان السيطرة هكذا على العراق وكذلك على أفغانستان إذن الدولة الخمينية أو إيران التي تدعي العداء لأمريكا هي التي ساعدت أمريكا من أجل السيطرة على العراق والسيطرة على أفغانستان وعلينا أن لا ننسى أبدا إيران كونترا عندما كانت إيران متضايقة في الحرب مع العراق كانت إسرائيل وأمريكا من الطرف الآخر تقدم لها الأسلحة والأموال وغير ذلك إذن هناك مشروعين مترابطين يهدفون إلى تجزئة الأمة العربية إلى تعضعة الدول العربية وهذا ما قامت عليه إسرائيل وإيران أما في سوريا فالمسألة اليوم هي واضحة إيران دربت ومولت وأعطت أكثر من 125 ألف مقاتل من زينبيون وفاطميون وأبدال وغيرها من العراق ومن لبنان ومن باكستان وفغانستان وحتى من سوريا بـ 62 ميليشيا قتلت الشعب السوري هجرت الشعب السوري هي لم تأتي فقط من أجل حماية بشار الأسد وليس بشار الأسد يعنيها بالشكل المطلق ولكن بشار الأسد يؤمن لها منصة لأن تدخل إلى هذه المنطقة وتسيطر من البحر المتوسط وحتى أفغانستان كما قال أحمد جنتي قال سوريا هي المحافظة 35 وكانوا يتبجحون بأن إيران اليوم تسيطر على عدة عواصم عربي كل هذا أمر مفضوح وإيران اليوم ليست هي احتلالا يعني لو كان احتلالا عسكريا لكان الأمر بسيط ولو احتلالا اقتصاديا لكان بسيط ولكن اليوم إيران دخلت إلى المجتمع السوري والمجتمع العربي وبدأت تفكك هذا المجتمع وتغير من الديمغرافية ومن الثقافة يعني في سوريا 12 اليوم سنتكلم بصراحة هناك 12 جامعة اليوم في سوريا هي إيرانية وحتى تم السماح بفتح الحسينيات وفتح المدارس الدينية التي تخدم المشروع الإيراني هذا ما حصل في لبنان وحصل في مناطق أخرى إذن إيران اليوم هي لديها مشروع لا تهدف إلى فلان أو علان هي لديها مشروع لتفتيت الأمة العربية وللسيطرة على هذه المنطقة وعلى مقدرات هذه المنطقة من القرن الإفريقي وحتى أفغانستان مرورا بدول المغرب العربي يعني حتى مصر بدأت إيران بالتشيع فيها والجزائر والمغرب العربي الذي أقفل كل هذه الموضوع وبالأمس قرأت خبر عن وزير خارجية المغرب قال إن إيران هي خطر كبير يداهم الأمة سيئة العقيد لكن ألا تظن أن الوجود الإيراني في العراق وتكوينها للميليشيات كان بمثابة تهيئة لما كانت تبحث عنه خاصة إذا ما أخذنا تصريح لنائب رئيس البرلمان الإيراني بأن طهران تحكم أربع واصم عربية نعم يعني عندما تعاونت إيران مع أمريكا في حل الجيش العراقي عندما تم الجيش الذي كان يمثل الوطنية والذي يمثل ربط كل أجزاء العراق مع بعض تم تسريح الجيش العراقي وبالتالي السماح لقيام ميليشيات الحجد الشعبي وغير الحجد الشعبي ورأينا اليوم لن نتكلم في الأسماء ولكن هذا أمر معروف هذه الميليشيات والتي إيران بتصريح أو باعتراف وزير الخارجية أو وزير الدفاع العراقي مؤخرا بأن إيران هي من سلحت ودربت تنظيم داعش وسمحت بأوامر إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع أنا ذاك نوري المالكي بجعل سبعة آلاف من المقاتلين من تنظيم داعش يشتاحون منطقة الموصل وحتى بيجي حتى مصفات بيجي وصلوا إلى تلك المنطقة هل هذا معقول بأن الجيش للعراق يصل سبعة آلاف يأخذون المليار دولار من الموصل وأكثر من ستة آلاف وخمسمائة مركبة وآليات وأسلحة كل هذا الأمر هو من أجل أن يتم القضاء على الكتلة الصلبة من الأمة الإسلامية وهي التي في العراق وفي سوريا الكتلة السنية في هذه المنطقة لذلك رأيناهم دمروا المدن العراقية المدينة والمدينة من الموصل إلى الأنبار إلى الحديثة إلى آخر وبدأوا في سوريا في سوريا دمروا كذلك حلب وسيطروا اليوم على حلب بدعاوي اليوم هنا في مرقد وهناك مدرسة وهناك مشفى إلى آخر ما هناك إذن المشروع الإيراني يمشي بطريقة اختبطية ثقافيا عسكريا اجتماعيا وسياسيا وسيطروا على أهل وللأسف الشديد هناك من ينخدع من الأمة العربية ويمتن علاقاته مع إيران وربما يتلقى مساعدات وربما يترحم حتى على قاسم سليماني للأسف الشديد سيئة العقيدة توسع الإيراني في المنطقة هل أثر على موضوع التنمية العربية لا سيما بعد ضخ المليارات لوقف نفوذها وبالتالي إحباط مخططاتها التوسعية في المنطقة إذن المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني هم إحباط لكل التطور في المنطقة العربية يعني عندما تركز الدول العربية وخاصة الدول الخليجي يعني رأينا كيف أن دول الخليج هي أكثر الدول التي تشتري السلاح هذا السلاح الذي يتم شراءه ووضعه في المستودعات وتنصيبه وصرف أكثر الميزانيات على الدفاع هذا لا يعني بأن هناك الطرف الآخر التعليم والصحة والتنمية وغير التنمية هي واقفة إذن اليوم الدول العربية وضعت في خيارين خيار العدو الإيراني والخيار العدو الإسرائيلي ومخطئ من يظن بأن هذا العدو يعني أخطر من هذا العدو الاثنين يمشيان في قطين متوازيين الاثنان هم الخطر على الأم العربي ولكن اليوم يختلف الخطر الإيراني عن الخطر الإسرائيلي بأنه هو الأقرب وهو الذي يهجم بشكل كبير أما إسرائيل حتى الآن مكتفية في السيطرة على المناطق هذا النفوذ الإيراني سواء في سوريا وفي لبنان وفي العراق هل تتحمل مسؤوليته جامعة الدول العربية سياتي العقيد؟ للأسف الشديد الدول العربية اليوم التي تضم أكثر من 400 مليون إنسان وتضم الطاقات الهائلة الاقتصادية ومقناة السويس وباب المندب وضيب الطارق وكذلك مضيق هرموز أو مضيق باب المندب هذه المكانة القوية والاقتصادية للأمة العربية لو كانت لهذه الأمة مشروع اليوم لا أصبحت إيران وإسرائيل في خبر كان ولكن للأسف الشديد نرى هناك التطاحن وهناك الهلهاث وراء السلطة وراء الأمور الأخرى إذن لا مشروع عربي حتى يقف في وجه المشروع الإيراني ولا مشروع عربي للوقوف في وجه المشروع الأسرائيلي اليوم لنرى ما يحصل في القرن الأفريقي عندما تقوم أثيوبيا اليوم ببناء السدود على نهر النيل والنيل اليوم يعني لا مصر بدون نيل فكيف اليوم أين مصر وأين الدول العربية التي كانت بالفعل لديها مشروع ونرى بأن هناك تعاون بين الدول العربية إذن هذه الدول العربية إذا بقيت في هذه الحالة المجزأة والتي منها من يطبع مع إيران ومنها من يطبع مع إسرائيل ومنها من يطبع مع بشار الأسد إذن بشار الأسد والحوسي وحزب الله وهؤلاء كل هذه هم عبارة عن ذيول لإيران فمن يطبع مع بشار الأسد بالطبع إنه يطبع مع إيران وإيران اليوم هي السرطان المستشري إذا دخل إلى جسد الأمة فإنه لا ينفع مع العلاج إلا بالبطر الخبير العسكري السوري العقيدة أحمد حمادة شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا بكم